السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طلبة الصف الثاني الثانوي هنكمل النهاردة ان شاء الله مع بعض في المنهج ونتكلم عن الصفة الفلزية ولا فلزية الفلزات ولا فلزات يعني نعرف اسم عالم مهم جدا اللي هو اسمه برزيليس لان ده نسمع عنه في سنة ثلاثة كمان برزيليس ده اول عالم اسم العناصر لا فلزات ولا فلزات رغم ان التقسيم ده فيه اخطاء كتير الا انه ما زال هو اللي ماشي حتى الان او المعتمد حتى الان اسم العناصر لا فلزات ولا فلزات ودرجة في النص بينهم اسمهم اشباه الفلزات. يبقى عند العناصر هنا ثلاث انواع. عناصر اسمهم الفلزات واللافلزات واشباه الفلزات. اول الفروق اللي بين الفلزات واللا فلزات يمتلق غلاف تكافؤها باقل من نصف ساعة الالكترونية. لافلزات يمتلق غلاف تكافؤها باكثر من نصف ساعة الالكترونية. اشباه الفلزات يمتلق غلاف تكافؤها بنصف ساعة الالكترونية. طبعا ده فيه اختلافات كتير بس احنا نتكلم في الحالة اللي هي المثالية. يعني نصف ساعة. الزرة فيها مستويات طاقة رئيسية. عددهم سبعة. فالزرة فيها عدد من مستويات الطاقة سبعة. المستوى الأخير معروف ان هو غلاف التكافؤ. سواء المستوى الأخير كان السابع أو كان السادس او كان الخامس او كان الرابع او التالت او التاني او حتى الاول اسمه غلاف التكاف فغلاف التكاف لو كان التاني او التالت او الرابع او الخامس ما بيشيرش اكتر من تمانية الكترون الا الاول بس هو بيشير اتنين الكترون فغلاف التكاف ايا كان هذا الغلاف هو التاني او التانية او رابع ما بيشيرش اكتر من تمانية يبا ساعة كلها تمانية نصف الساعة اربعة لما نقول يمتلئ غلاف تكافوها بأقل من نصف ساعته يعني أقل من أربعة يعني هتلاقي فيها إلكترون أو اثنين أو ثلاثة أما لو كان أكثر من نصف الساعة يعني فيها خمسة أو ستة أو سبعة يبدأ لا فلز أما لو كان نصف الساعة اللي هو أربعة بالضبط يبدأ شبه فلز طب وثماني ثمانية دي غازات خامة طب هنعرف إزاي عدد الإلكترونات في غلاف التكافو قال لي بنوزع بنوزع مستوىات رئيسية طب الأعداد الزرية اللي أكتر من عشرين لما وزعها مستوىات رئيسية ما بتديش نتيجة مظبوطة بطلق أوزعها مستوىات فرعية وبعدها نرجعها المستوىات الرئيسية ازاي؟ يعني مثلا أنا عندي عنصر عدد الزر مثلا خمسة وثلاثين أو عدد كبير عايز أوزعه وعرف غلاف التكافو في كم إلكترون اللي بسيطة وزع بالطريقة بتاعت السناء وان اس تو تو اس تو تو بي ستة سري اس تو سري بي ستة فور اس تو سري دي تن فور بي فايف أدي الخمسة وثلاثين دي مستوىات فرعية رجعها بقى المستوىات الرئيسية ازاي؟ قل المستوىات الرئيسية اللي هي الأول والتاني والثالث والرابع والخامس والسادس والساب دي المستوىات الرئيسية اهي طيب مين بقى تبع المستوى الأول في دول اللي قدامه واحد ده ده المستوى attain الأول، مستوى الثاني قدامه اثنين ده طبع المس اللي قدامهم اربعة ده وده ده المستوى الرابع فيهم كامل الكترون فيهم سبعة يبقى المستوى الرابع فيه سبعة مفيش مستويات تاني يبقى غلاف التكافؤ اهو فيه سبعة الكترون اكثر من نصف ساعة يبقى ده لا فلس يبقى عشان اعرف غلاف التكافؤ وزع مستويات رئيسية وبعدين جمع كل شوية مستويات مع بعض حسب الرقم المستوى الرئيسي اللي قدامه اللي قدامه واحد ده المستوى الاول وكل اللي قدامه اثنين ده تبع المستوى التاني وكل اللي قدامه ثلاثة ده تبع التالت وكل اللي قدامه اربعة ده تبع الرابع وكل اللي قدامه خمسة تبع الخامس الصفة التانية للفلزات تتميز بكبر نصف القطر واللافلزات تتميز بصغر نصف القطر واشباه الفلزات وسط الفلزات عناصر حجم الزرة بتاعتها كبير واللافلزات عناصر حجم زرتها صغير طب ده يترتب عليه إيه يترتب عليه كل الصفات اللي جاي إيه لما نص القطر كبير يبقى تتميز بصغر تتميز بصغر جهد التأين والميل الكتروني والسليبية الكهربية كبر جهد التأين والميل الكتروني والسليبية الكهربية طب ودي عشان نص القطر صغير يبقى كل الخاصة دول برضو هتبقى وسط ما بين الفلزات واللافلزات العناصر دي نص قطرها كبير يعني الزرة كبيرة وجود التأين صغير يعني الجاذب بين النواو والإلكترون ضعيف بالتالي سهل إن الإلكترون الأخير يخرج ولما الإلكترون الأخير يخرج هتتحول من زرة لأيون موجة عشان كده بيقول عليها عناصر كهر موجبة طب دي العكس بقى هتبقى عناصر بدل كهر موجبة هتبقى كهر سالبة يعني مشحونة بشحنات كهربية سالبة ليه نص قطرها صغير وبالتالي الميل بتاعها عالي فسهل تكتسب إلكترونات وتتحول لأيونات سالبة جيدة للتوصيل للكهرباء ليه جيدة للتوصيل للكهرباء قال لي عشان أصلا لما يجيب سلك مثلا النحاس اللي هو بيوصل للكهرباء وكبره أعمله تكبير هتبقى زراته كبيرة كده مرصوصة كده جنبه بعض وزراته كبيرة يعني جهد تأيونها صغير يعني إلكترون التكافؤ بتاعها سهل يسيب الزرة ويتحرك من نقطة للتانية حركة الإلكترونات من نقطة للتانية هي دي اللي بتوصل التيار الكهرباء فجيدة التوصيل للكهرباء ليه بسبب كبر نصف القطر وصغر جهد التأيون وسهولة حركة إلكترونات التكافؤ رديقة التوصيل للكهرباء ليه لسبب عكس ده هنا كبر نصف القطر يبقى هنا صغر نصف القطر صغر جهد التأيون يبقى كبر جهد التأيون سهولة حركة إلكترونات يبقى صعوبة حركة إلكترونات التكافؤ توصل أو لم توصلش وسط توصيلها أقل من الفلزات وأكبر أو أكثر توصيلا من اللافلزات يعني توصيلها الكهرابي ضعيف عشان كده بيسموها أشباه موصلات اللي هي بيستخدموها في الدوائر بتاعة الراديو أو الترانزيستر يبقى تستخدم في الراديو أو الترانزيستر لو بسطل الجدول الدوري هتلاقي أشباه الفلزات ستة عناصر أحفظه لهم البورن والسيليكون والجرمانيا والزرنيخ والأنتيمون والتيليريا بورن سيليكون جرمانيا زرنيخ أنتمون تيليريا ستة عناصر اللافلزات 12 يعني دي داستة كاملة دي اللي هي فلزات 12 عنصر داستة كاملة متكاملة وده نص داستة اللي هم أشباه الفلزات والغازات الخاملة ستة برضو نص داستة وباقي الجدول فلزات يعني أكثرية العناصر اللي في الجدول فلزات كل عناصر الفئة اسم عادة الهيدروجين فلز كل عناصر الفئة دي فلزات كل عناصر الفئة اف فلزات أما الفئة بي في منها أشباه فلزات وفي منها فلزات وفي منها غازات خاملة يبقى أشباه الفلزات 6 الفلزات 12 الغازات الخاملة 6 الفلزات أكثرية الجدول وبصينا للجدول كده صورة للجدول هتلاقي دول فلزات الفئة دي فلزات الفئة اف فلزات الفئة اس كلها فلزات معادل الهيدروجين دول الغازات الخاملة ستة اشباع الفئة بي باقي الفئة بي اللي هم هنا دول في منها فلز وشبه فلز ولا فلز لما لمينا الجدول كده عشان نشوف العناصر الممثلة اهو دي العناصر الممثلة السبع مجموعة قلنا على الفلزات ان نصه قطره كبير طب النصه قطره كبير فين قال لي هنا على الشمال والنصه قطره صغير فين قال لي على اليمين واشباه الفلزات في النص البوران السيليكون الجرمانيا الزرنيخ الأنتيمون التيليري يبقى لما تكلم عن تدرج الصفة الفلزية واللا فلزية في الجدول الدوري تبدأ الدورة اي كانت الدورة ايا كانت الدورة تبدأ الدورة بفلز قوي وتنتهي الدورة بلا فلز قوي اللي هما الهالوجينات مع العناصر المجموعة سيفن اي او سبعتاشر وما بينهما تتدرج الصفة يعني فلز قوي ثم فلز ضعيف ثم شبه فلز ثم لا فلز ضعيف ثم لا فلز قوي يبقى تتدرج الصفة الفلزية من اليميل للشمال الفلزية بتقل واللا فلزية بتزيد طب في المجموعة قال لي المجموعة اللي هي كلها فلز ذات دي لما بنزل لتحت بتزيد الفلزية يبقى اقوى فلز تحت اللي هو السيزية والمجموعة اللي هي لا فلز ذات لما بنزل لتحت بتقل اللا فلزية لانه نص القطر عكس نص القطر اللا فلز عكس نص القطر نص القطر صغير يبقى لا فلز طب نص القطर تFlow صغير يبقى لا فلزات. طب نص القطر بيزيد لتحت يبقى لا فلزة تضعف والفلزة هلا زيد. يبقى اقوى لا فلزة هتلاقيه فوق اللي هو الفلور. اقوى لا فلز الفلور? اقوى فلز السيزيام. ليه الفلور اقوى لا فلز? لان اصغر العناصر في نص القطر واعلاها في جهد التائين والسالبية. بس مش في الميل. السيزيام اقوى فلز لانه اكبر العناصر في نص القطر وأقلها في جهد التأين وفي الميل وفي السالبين لما حب ألخص كل الصفات اللي فاتت اللي خدتها في الجدول الدوري دي دورة أما اللي تحت دي مجموعة في الدورة ناحية اليمين بيقل نصف القطر بالتالي هيزيد جهد التأين وهتزيد السالبية الكهربية وهيزيد الميل الإلكتروني وهتزيد الصفة اللا فلزية وتقل الصفة الفلزية ده في الدورة يمينا مع زيادة العدد الزر زيادة عدد البروتونات في المجموعة التحت بيزيد نصف القطر وبالتالي هيقل جهد التأين ويقل السالبية ويقل الميل الإلكتروني وتقل اللا فلزية وتزيد الفلزية ما تنساش تشترك في القناة وتدوس على الجرس عشان يجي لك كل جديد الحصة الجاية والفيديو جاية إن شاء الله هننزلك بإذن الله الصفة الحمضية والقاعدية وبعدها أعداد التأكسد سريعا سريعا نخلل الأسبوع ده إن شاء الله كله يكون نازل وتكون نازل للمراجعات كمان بإذن الله وهنحل كل البوكلتات اللي هي بتاعت المراجعة العامة مع بعض إن شاء الله السلام عليكم اشتركوا في القناة